يا اهلا بكم في الفيديو دوت هنبدأ ان احنا نتكلم على ازاي ان انا ابدأ استخدم ال public library و هبدأ ان انا اعمل decoration للروم بتاعتي لو انا عندي فراغ بالشكل دوت هو الفراغ في باب و باب لكونة و شباك هنبدأ ان احنا نستخدم ال public library هاجي هنا من على الشمال و هبدأ ان انا اختار في ال natures بتاعتي في كذا حاجة اقدر ان انا اختار من هي اما ال categories الاساسية اللي موجود عندي و هبدأ ان انا اشتغل عليها او ان انا اسرش في library على حاجة معينة انا عايزها و ليكن مثلا انا عايز بادز ف هروح للباد و ابدأ ان انا اختار من الباد اللي موجود عندي و ابدأ ان انا اختار كمان ال style بتاعه و ممكن اختار اي شكل من الاشكال اللي موجود عندي هقول له مثلا و ليكن art deco ف هيبدأ ان هو يجيب لي البادز اللي ليه علاقة بالart deco و اقدر كمان ان انا اختار منها ال colors اللي انا عايزها و التفاصيل المختلفة اقدر كمان ان انا ارجع تاني لل public library بتاعتي و اختار من brands معينة فلو انا دوست على brands اقدر ان انا اختار مثلا من b&b italian و ابدأ ان انا اخش على b&b italian و ابدأ ان اختار الفرنيتشورز اللي موجودة في b&b italian اللي انا هكون عايز اشتغل عليها او ان انا ارجع مرة تانية و اختار اي brand من البرانتز المختلفة و ابدأ ان انا اختار الفرنيتشورز اللي موجودة فيه طيب الطريقة الثالثة ان انت تبدأ تختار من compositions موجودة كاملة لساتس لفرنيتشورز فانا لو دوست هنا هلاقي ان فيه ساتس مثلا للسوفا او ساتس للديننج او ساتس للدسك والتشير او ساتس للباد ساتس فهتبدأ ان انت تختار مثلا الي اكون السوفا وهبدأ ان انا اختار هلاقي ان الست ممكن يبقى فيها الديكوريشن ايتمز للحيطة اللي وراء الكنبة اللي انا هحطها او الشيب وبقيت الحاجات زي الطراب الزغط والاكسيسوريز والحاجات المختلفة فمثلا لو انا اخترت حاجة زي كده و ابتديت ان انا احطها فهلاقي ان كل الحاجات موجودة فيها كاملة فانا وانس ان انا خدتها مثلا كده و جبتها على زاوية معينة بالشكل ده ففي الحالة ديت هلاقي ان انا لو رحت على ال 3D هلاقي ان الست كلها نزلة بكل التفاصيل اللي موجودة فيها هرجع مرة تانية للبيب لكلايبري وهلاقي بعد كده حاجات تانية زي مثلا ان انا اختار اللي هو الدورج والويندوز والحاجات المختلفة اللي ممكن ان انا استخدمها والسيلينج والهاندريل وهكذا دي حاجات لي على ضغط الكونستراكشن او در ان انا استخدمها الفانشز ممكن ان انا اقول له مثلا هاتلي حاجة معينة زي ان انا عايز اغير مثلا حيطة معينة تبقى على الحجر دوت فمجرب ما هدوس على الستون فهيبدأ ان هو يجيب لي اشكال مختلفة من الستون مثلا هختار ستون من هنا واقول له انا عايزه على الحيطة دي فهيبدأ ان هو يحول الحيطة اللي موجودة عندي كلها للستون دوت طب لو انا عايز حيطة معينة بقى هبدأ ان انا اخش على الحيطة نفسها وعدل الحاجة اللي انا عايزها نرجع مرة تانية ونختار paint ممكن هنا هتلاقي في paint او concrete ممكن ان انا اشتغل عليهم كل الحاجات دي اتقدر ان انا اهدى مثلا paint تقدر ان اختار الوان paint اللي انت عايزها لكل جزئية في الحيطة بتاعتك فاختار درجة اللون اللي انا عايزها وليكن مثلا هاختار اللون مثلا كده وهبدأ ان انا اكليك على ده فهيبدأ ان هو يخليلي اللون كله زي ما انا عايز نوانس ان انا وقفت على اي حيطة من الحوايط دي ات قلت له انا عايز اعمل wall editing فهنا هيدخلني على حاجة advanced شوية ان انا اقدر اقسم الحيطة بشكل معين وهي اخلي في جزء من الحيطة دي تبقى في paint والجزء التاني مثلا اقدر ان انا احط له اي material تانية يعني مثلا لو جبت من المابينج هنا او ال stone مثلا تاني فهنبدأ ان احنا نختار مثلا من الحجر ده ونبدأ ان هنخليه على الجزء ده فالجزء ده هيبقى material لوحده وده material لوحده تقدر ان انت تتحكم فيه التفاصيل بتاعت الحجر طبعا الحجر ده كبير شوية فهنقدر ان احنا نصغر المقاسات بتاعته او ان انا اختار material تانية مناسبة مع ال shape اللي موجود عندي ده وهنبدأ ان احنا نستخدم اوكي هنرجع كده نقفل ده نعمل save ونعمل close ففي الحالة ديت هتلاقي ان الحوايي بتاعتي كلها واخده حاجة معينة والحيطة ديت بس هي المختلفة عنهم فقدرت ان انا اغير الجزء من الحيطة واعدل في ال decoration بتاع الفراغ اللي موجود عندي كمان في ان انا اقدر اضيف lighting systems او الاضاءات المختلفة فتقدر انك تضيف اضاءات على ال wall تقدر انك تضيف اضاءات في ceiling على طول directly فهتقدر ان انت تختار مثلا حاجة زي كده وتبدأ ان انت تقوله فين ال wall rights اللي انا عايز استخدمها فنبدأ ان احنا نستخدم حاجة مثلا modern كده شوية ولياكم مثلا حاجة زي دي ونبدأ ان احنا نحطها هنا مثلا فهتبدأ انها تديني ال decoration بتاع الحيطة بتاعتي لو رجعت الورا كمان اقدر ان انا استخدم من library حاجات مختلفة في ال natures تانية مثلا بقى هتبدأ ان انت تختار sets الكاملة على بعضها او ان ان انت تختار في ال natures من ال natures اللي موجودة عندك وياكم مثلا نقوله انا عايز ال table عايز dining set على بعضه فتختار من هنا كده هوت ال dining set على بعضها وتبدأ ان انت تقوله مثلا انا عايز circular dining set زي دي ونبدأ ان احنا ننزلها عندي 3d او في ال plan برضو انت بتبدأ ان ان انت تحطها في المكان اللي انت عايزه انا دلوقتي حطيتها كده generally عشوائي وهي هبدأ ان انا اتحرك بيها بحيس انها تبقى موجودة في المكان اللي انا عايز انها تبقى موجودة في وهكذا بتبدأ ان انت تكمل الاختيارات بتاعتك لل furniture من ال categories المختلفة وهي هنا هتلاقي كمان حاجات مختلفة زي مثلا ان انا اضيف اجهزة كهربائية مختلفة فهتلاقي الاجهزة الكهربائية معظمها موجودة هنا وهي هتبدأ ان انت تنزل برضو هتلاقي في الجزء بتاع decoration items هنا انا عايز اضيف ديفايدر معين فالديفايدر ده تقدر انت اضيفه باشكال مختلفة فيبدأ ان هو يساعدك ان انت تستخدم الديفايدرز جوه الفراغات بتاعتك وليكن خلينا نختار اي ديفايدر وليكن ديفايدر عادي sample جدا ابدأ ان انا احطه بالارتفاع بتاعي الطبيعي وممكن implant بقى نبدأ ان احنا نتحكم في الديفايدر دوت بحيث ان احنا نزبط التفاصيل بتاعته هنا اهو وقدر ان انا اوسعه من هنا فاتحكم في العرض بتاعه لكن ما ينفعش اتحكم في الهايد بتاعه قوي فهبدأ ان انا اتحرك به ده بالشكل ده كده وبعدين هنبدأ ان احنا ناخد الديفايدر دوتو نجيبه هنا ونبدأ ان احنا نشده بحيث ان هو يعمل برايفاسي للاريا كلها اللي موجودة عندنا هنا هنرجع تاني برسباكتب 3d ونبدأ ان احنا نشوف هو شكله عامل ازاي طبعا نقدر ان احنا نختار بقى ديفايدرز تانية باشكال مختلفة يبقى فيها حاجة اطول او حاجة مسحات اكبر بحيث انها تبقى بتكافر الاريا اللي احنا عايزينها ونبدأ ان احنا نستخدمها بشكل مظبوط ده كده بصورة سريعة قادرنا ان احنا نعدي على الديكوريشن ايتم وازاين احنا نستخدمها في الفرنيتشيرز المختلفة وازاين هنفرش الاسبيس بتاعنا ونقدر ان احنا نطلع ديزاين مفروش بشكل مظبوط جوى الفراغات بتاعتنا ونقدر ان احنا نستخدم التولز المختلفة هنا علشان نقدر ان احنا نشتغل على الحاجات دا احنا اتكلمنا كمان قبل كده ان انا قدر عمل uploading لأي furniture من library تقدر انك تعمل upload لل furniture دا وتستخدمها directly جوا ال views بتاعتك اتمنى يكون الفيديو دا وتعجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل subscribe للشانل هنا على اليوتيوب وانزل في ال description تحت هتلاقي في لنك لأكاونت انك تكريت اكاونت على cohome عشان تبدأ انك تجرب الحاجات اللي انا عملتها دا وتبدأ تشتغل على cohome من البرامج السهلة جدا اللي هتساعدك بصورة سهلة جدا ان انت تديزاين روم وتبدأ ان انت تعمل decoration فيها للايتم المختلفة